وإذاك جاء في الحديث إن الله يحب العبد الملحاح الملحاح الذي يلح بالدعاء وإذاك يقال أكثر طرق الباب يوشك أن يفتح لك فإذا منعك سبحانه وتعالى بعض الناس يقول دعوت وما أعطاني فلحكمة سبحانه وتعالى لحكمة ما أعطاك جل وعلا إما أنه ما أعطاك لأنه يضرك هذا العطاء فالإنسان كما قال الله تبارك وتعالى عن هذا الإنسان يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى قد يطغي الإنسان هذا المال فالله لا يعطيه حتى يبقى على إيمانه حتى يبقى على إيمانه الله لا يعطيه سبحانه وتعالى لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه لو أعطاه لتمرد وغرته الدنيا ونسي الله جل وعلا وكم من فقير استغنى فصار والعياذ بالله يعني بعيدة عن الله تبارك وتلهي هذه الدنيا فيمنع الله تبارك وتعالى لمصلحته العبد وقد يمنع الله تبارك وتعالى لأنه يؤخر له إلى يوم القيامة أو أنه اختار له شيئا أفضل منه وذلك بعض الناس مثلا يطلب الله شيئا معينا فلا يعطيه الله هذا الشيء ثم يعطيه شيئا أفضل منه يقول الحمد لله لما عطاني مثله ونحن لا نعلم حكمة الله تبارك وتعالى فيما يفعل جل وعلا لكننا نؤمن بحكمته جل فيعلا نعم